مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد كيف حالكم اتمنى ان تكونوا بخير اليوم سوف اقدم لكم لاول مرة فيديو بامثلة شعبية باللغة التركية هيا لنبدأ اذا قبل البداية في الفيديو اريد ان تكتبوا لي في التعاليق عندما تشاهدونه اذا اعجبكم هذا الفيديو ربما نضعه كسلسلة للامثلة الشعبية بالتركية كذلك انتم اذا لديكم امثلة شعبية تريدون انا اقدمها في فيديوهات فاكتبوها لي في التعاليق لما لا لنقدمها في فيديوهات وليستفيد منها الجميع حسنا فا هيا لنبدأ اول مثال لدينا في هذا الفيديو وهو باش بارمان باش بيرديل باش بارمان باش بيرديل ليس كل اصابعك مثل بعضها يعني ليس كل الناس نث اخ ليس كل الناس مثل بعضهم ليس كل جيد ليس كل سيء محكدا باش بارمان بش بيرديل ليس كل اسابعك مثل بعضهم باش بارمان بش بيرديل دوست أج سويلار دوست أج سويلار كلام الصديق جارح دوست أج سويلار كلام الصديق جارح دوست أج سويلار بمعنى يعني أن يعني لا يريد أن يقولوا شيئا أنه زي ما يجرحوك بالكلم أو كذا ولكن المقصد أن كلام الصديق يكون يعني كأنه يقول لك الحقيقة لهذا يكون جارح الشيء الذي يستطيع الكثير أن يقوله لك فهو يقولها لك من أجل مصلحتك أو هكذا المهم أنتم سوف تفهمون هذه الأمثلة أو الأمثال بيرتاشلا إيكي كوش فورد بيرتاشلا إيكي كوش فورد بيرتاشلا إيكي كوش فورد دارب أصفورين بي حجرين واحد بيرتاشلا إيكي كوش فورد دارب أصفورين بي حجرين واحد بيرتاشلا إيكي كوش فورد دارب أصفورين بي حجرين واحدة أو هكذا شعلا إيكي كوش فورد دي ميرتا فوندا دو فولور دق الحديد وهو ساخن دي ميرتا فوندا دو فولور دق الحديد وهو حامي يعني هاي العبارة بتعرفوها هاي الأمثلة هاي هاي دا المثال بالضبط دي مرتفون دا دو هولور اف ألما كوم شو قال الجار قبل الدار هذا معروف كتير هذا المثال اف ألما كوم شو قال الجار قبل الدار هي أيضا إذا أردتم أن تترجمه العبارة كما هي حرفيا خد الجار لتأخد المنزل يعني في جميع الأحوال الجار قبل الدار نفس المعنى اف ألما كوم شو قال الجار قبل الدار اف ألما كوم شو قال اجيلا إيشي شيطان كرشر اجيلا إيشي شيطان كرشر الشيطان يتدخل بأمور العجلة يعني عندما تكون الأمور في عجلة ومستعجلة وكذا يتدخل فيها الشيطان أجيلا إيشي شيطان كرشر الشيطان يتدخل بأمور العجلة أجيلا إيشي شيطان كرشر لا تعلق الكلمة بلسانه أو تقال ما بتنبل بتم مفولة أجيلا إيشي شيطان كرشر أجيلا إيشي شيطان كرشر أجيلا إيلير الشجرة وهي خضراء تنطوي الشجرة وهي خضراء تنطوي يعني تكون ما زالت فتية طرية المعنى أو المغزى من هذا المثال أنه تقل الأشخاص عن أطفالهم مثلا ربي ابنك على الأداب والأشياء الجيدة وهو صغير يعني يكبر مع الطفل فعندما يتربع على أخلاق جيدة يكبر هكذا هذه هي الفكرة الشجرة وهي خضراء تنطوي أقل يشتديل واشتدر العقل ليس في السن يعني في العمر وإنما في الرأس أقل يشتديل باشتدر العقل ليس في السن وإنما في الرأس كنت سأقول العقل أقل يشتديل باشتدر هكذا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو أمل أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه وأراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة